المفوضية الأوروبية تنتقد اعتماد النمسا على الغاز الروسي النمسا تؤكد استمرار اعتمادها على الغاز الروسي رغم العقوبات وزير خارجية النمسا في العراق لإعادة فتح السفارة رسميا النمسا ترفض تسليم الشبان الأوكرانيين لأداء الخدمة العسكرية تسجيل 87 وفاة بسبب حوادث المرور على الطرقات في الصيف المحكمة العليا تلغي أحكاماً ضد غشاشي امتحانات رخص القيادة من العلويين إلى تفاصيل النشرة على النمسا ميديا أهلا بكم وفي خبرنا الأول استدعت وزارة الخارجية النمساوية ممثل المفوضية الأوروبية في فيينا للتشاور بعد انتقاد مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي النمسا بسبب اعتمادها على الغاز الروسي ووصف ممثل المفوضية الأوروبية بالنمسا مارتين سالماير خلال فعالية عقدة في فيينا الأربعاء دفعات النمسا للغاز الروسي بأنها أموال ملطقة بالدماء واتهم النمسا بتمويل الحرب الروسية وأن النمسا كدولة غنية يمكنها أن تستغني عن الغاز الروسي كدول أخرى وردت وزيرة الشؤون الأوروبية النمساوية كارولين إتشتادلر بأن انتقاده وحادي الجانب تماما مشيرة إلى جهود النمسا للحد من اعتمادها على الغاز الروسي أكدت وزيرة الطاقة النمساوية ليانور جويسلر استمرار اعتماد البلاد على الغاز الروسي على الرغم من العقوبات والسقف السعري ومثلت هذه الواردات ثلثي استهلاك الغاز النمساوي في يوليو الماضي وعلى الرغم من ذلك تم تقليل الاعتماد على الغاز الروسي نسبيا بفضل الجهود الحكومية المكثفة حيث يعد التحول التدريجي من الغاز الروسي هدفا مهما لتحقيق أمن الطاقة في النمسا بحلول عشرين سبعة وعشرين وعبرت الوزيرة عن أسفها لأن هذه الواردات تساهم في تمويل الحرب الروسية يبدأ وزير الخارجية النمساوي أليكسندر شالنبرغ زيارة للعراق الأسبوع المقبل تشمل اجتماعات مع كبار المسؤودين من النظام إضافة لفتتاح السفارة النمساوية في بغداد بشكل رسمي وقال شالنبرغ أماننا لا يبدأ فقط عند حدود النمسا وهنا أضعوا بغداد في المرتبة الأولى وبوجودنا هناك ترسل النمسا إشارة دعم للشركاء العراقيين وتقوي نظام الإنذار المبكر بالنسبة للهجرة وأضاف أن الزيارة تسلط الضوء على أهمية العراق كشريك وعامل استقرار حسب اعتقاده وأشار إلى أن الجيش النمساوي سيشارك في بعثة تدريب واستشارة لحلف الناتو لمواجهة التهديدات الأمنية أعلنت وزارة العدل النمساوية رفض المحاكم الجنائية تسليم 14 ألف شاب أوكراني لبلادهم لأداء الخدمة العسكرية في ظل الحرب الجارية في أوكرانيا ووفقا لبيان الوزارة تم اعتبار طلب تسليمهم إلى أوكرانيا غير قانوني ورغم أن انتهاك الخدمة العسكرية الإجبارية يعتبر جريمة عسكرية إلا أن اتفاقية تسليم المجرمين الأوروبية لا تنطبق على هذه الحالة وهو ما استندت إليه المحاكم النمساوية في قرار الرفض وأكدت وزارة الداخلية أنه حاليا ليس من الممكن إعادة الأوكرانيين الذين يفرض عليهم الخدمة العسكرية من النمسا إلى وطنهم بصورة قصرية أهلا نادي السيارات النمساوي OAMTC زيادة حوادث الطرق خلال صيف 2023 حيث تم تسجيل وفاة 87 شخصاً في حوادث الطرق وبين أن زيادة الحوادث ترجع للأحوال الجوية الجيدة وزيادة الحركة وعلى الرغم من ذلك تم تسجيل انخفاض بنسبة 5% في عدد الوفيات مقارنة بالعام الماضي حيث كان السائقين الضحايا الرئيسيين وكان التشتيت والاهتمام الضعيف أحد الأسباب الرئيسية للحوادث ومن ناحية أخرى توفي 29 شخصاً بحوادث مرتبطة بدرجات نارية في يوليو وأغسطس الماضي بزيادة 100% عن العام السابق ألغت المحكمة العليا في النمسا أحكاماً ضد المتحايلين في امتحانات رخص القيادة بسبب أنه سلوك غير جنائي وقد تم إعادة الغرامات المفروضة لأصحابها وبالرغم من توجيه بلغات وعقوبات تراوحت بين 800 و 2600 يورو اعتبرت المحكمة العليا أن تهمة التزوير غير مناسبة لسلوك المتهمين مما أدى إلى إلغاء جميع الأحكام الجنائية المتعلقة بالغش في امتحانات رخص القيادة يذكر أن المتهمين كانوا قد استخدموا تجهيزات تقنية متقدمة للغش في الامتحانات مثل أجهزة الاستقبال والإرسال على الجسم والملابس وكاميرات صغيرة وأنتم هل برأيكم سيزيد هذا القرار من حالات الغش؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تطبيقه أو تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم ليصلكم كل جديد ألقاكم لاحقا نهاية أسبوع سعيدة بأمان الله